السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتك يا ديليس مطبخ رقية ودائما وكيف ما كان وعدكم الجديد ثم الجديد واخر صيحة في حلوة عياد الميلاد بالحروف لكن هاد المرة بالحروف العربية اليوم اقترحت عليكم حرف الكاف وممكن ديروا اي حرف اللي انتوما كتفضلوا هاد الحلوة هاد اللي بجنوة سهلة وبسيطة وهائلة وناجحة مئة بالمئة كذلك الكريمة سهلة وبسيطة احتهاية ورائعة في المداق الكريمة ديالشوكولا البيضاء غدا نحط لكم رابط لجنواز وكذلك رابط الكريمة اسفل الفيديو من طول شعلكم يلا هم عين شوفوا المقادير وطريقة التحضير وفضلا وليس امرنا الاشتراك في قناتك يديليس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليل اكتبارنا وتشجيع القناة وما تنسوش تبارتجيو القناة مع الاحباب والاصحاب ولكم جزيلا الشكر كناخدو لجنواز ديالنا هاد لجنواز هاديرا دائما هي اللي كنحضرها معكم غدا نحط لكم كيف مسبق لي وذكرت رابط الوصفة اسفل الفيديو وغادي ناخدو الكارتونا اللي احنا رصمنا فيها الحرف اللي بغينا كيف ما كتلاحطو انا هنا قدرت حرف الكاف غدا نقطع هاد لجنواز على هاد الحرف هادا على هاد الشكل هادا صراحة او لهاد الحلوة هادي جاتني كوموند ومولاتها بغاتها بشكل جديد اللي عمرها ما شافتو داكشي وانا نفكر وقلت كنديروها يعني بالحرف الفرنسية لشلي من ديراش بالحرف العربي نقطع كذلك الهمزة في لجنواز على هاد الشكل انا هاد استعملت جوج ديال لجنواز هاد هي الاولى كيف ما كتلاحظو غدا نعمرها بالكريمة اللي سبق لي وحضرتها معاكم غدا نحط لكم رابط الوصفة اسفل الفيديو هاد الكريمة ناجحة وكنقدرو يعني نحتفظو بها في تلاجة مدة اسبوع يعني را ما كتخسر موالو غدي نعمروا هاد الوسط ديال الحلوة بالكريمة وغدي نزيدو كذلك الهمزة وغدي نعمروها بالكريمة اللي زوين في الحروف العربية هو عدنا بثا في الحروف كيتشابهو كان بقوك اللعبو غير بالهمزة ولا بالنقاط بحل السين والشين بحل جيم خا حا بحل يعني نون با تا ثا يعني غير النقاط بارضون وكذلك الهمزة في حرف الاليف او لا الكاف غدا نزيد القليل من المشماش كونسيرف او لا مصبر اللي ممكن تعودوه باي نوع من الفواكه انتم ما كتفضلو ممكن كذلك تصغنو عليه لما كانش متوفر وغدا نزيد طبقة الثانية ديال حرف الكاف لا لاحظتم معايا في هاد الحرف هدا يلاحيدنا فقط الهمزة هادي اعطينا حرف اللام هاد شي فاجكتليكم انا الحروف اللي بالعربية كلعبو غير بالهمزة وكذلك بالنقاط غدي نعمرو هاد الطبقة التانية بالكريمة على هاد الشكل كنتمنى الفكرة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم غدي نعمرو الهمزة كذلك وغادي ندوزو للتزيين واللي كيبقى اختياري وكيف ما قلت لكم هاد القطو هادا جاني كومون نديرو هاد الاخت ميتا كاتيا مناسبة لعيد ميلاد ديالها غير هي قاتلي باتش حاجة اللي تكون جديدة دونك اقتارحت عليها انا ندليها غطو دانيفرسير ديال الحروف ولكن باللغة العربية فوريتها كيفاش كيتكتب الحرف كا باللغة العربية فعجبها كيف ما قالت لدسا وغاتلي غدي طلال غطو زوين وقلت لاش اللي ما نبرطجيش مع محبي قناة كيا دياليس وتيكون هادا هو الشكل نهائي ديال القطو ديالنا لحلوة عيد ميلاد بحرف الكاف اخر صيحة في حلوة اعياد الميلاد حلوة 2020 كنتمنا لاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجبكم والعجبكم ما تبخلوش عليها لا بلايك ولا بتعليق بخترجم الفيديو مع العائلة ومع الاصدقاء اللي تعم الفائدة ولكنتو اول مرة كتشوفوا قناة غكيا دياليس ما تبخ رقيا عملوا الاشتراك تضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وادمتم في رعاية الله وإلى اللقاء غكيا دياليس